موسيقى يشكل التساق وتوافق سياسات دولة الكويت على المستويين الاقليمي والعالمي مع مبادئ واهداف الامم المتحدة لبنة اساسية في العلاقات المميزة بين الكويت والمنظمة الاممية ويتبلور ذلك من خلال الحضور الفاعل لدورة الكويت في النشاط الدوري الداعم والمشارك في مسؤوليات دفع مسيرة العالم نحو تحقيق الغايات الانمائية وفيما تشهد العلاقات بين الكويت والامم المتحدة محطات مميزة من الشراكة الثنائية فان التعاون الوثيق بين الجانبين يتجلى في الكثير من النواحي على خط منظومة المؤسسة الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية حيث تلعب المنظمات الدولية المتواجدة على أرض البلاد منذ عشرة السنين دورا رياديا مهما في دعم وتعزيز العلاقات مع دولة الكويت فقد نفذت هذه المنظمات منذ إشاءها عشرات البرامج التي تصب في مصلحة التنمية الأمر الذي يلتقي مع أهداف ومبادئ دولة الكويت فهي عضو فاعل في إحدى عشرة وكالة متخصصة كما أنها عضو في خمسة وأربعين اتفاقا وميثاقا دوليا صدرت في إطار الأمم المتحدة وتنتد العلاقة بين دولة الكويت ومنظمة الصحة العالمية عبر أكثر من ستة عقود ففي التاسع من مايو من عام 1960 وقبل إعلان استقلال البلاد قررت الحكومة أخذ زمام مبادرة في دعم كل صوت يعمل على نشر الوعي الصحي والحد من انتشار الأوبئة والأمراض تعاون مثمر وتواصل مستمر وتعزيزا لهذه العلاقة المميزة تم في الخامس عشر من يونيو من عام 2021 وواحد وعشرين افتتاح مكتب منظمة الصحة العالمية لدى الكويت في خطوة توثق للأهداف الاستراتيجية المشتركة وتعزز جهود ترجمتها اليوم أنا سعيد في بيت الأمم المتحدة اليوم بالكويت بافتتاح المكتب الأول لمنظمة الصحة العالمية في الكويت اللي بالحقيقة تم الاعداد خلال السنتين اللي طافوا بافتتاح هذا المكتب والحمد لله بيدعم من معالي وزير الخارجية وأيضا الفريق الوزارات الخارجية الحمد لله اليوم تم فتح هذا المكتب طبعا اليوم فتح المكتب في موجة جائحة جديدة تجساح العالم اللي هي جائحة كوفيد نايتين وطبعا لا بد أن يكون هذا المكتب له الأثر الكبير في التعاون ما بين دولة الكويت والمنظمة الصحة العالمية في مواجهة جائحة كوفيد نايتين وأيضا إعطاء فرص كثيرة جديدة لتطوير النظم الصحية في المنطقة وفي الكويت خاصة إن تواجد منظمة الصحة العالمية في دولة الكويت هو إضافة جديدة إلى أسرة الأمم المتحدة في دولة الكويت إننا مع وزارة الخارجية في دولة الكويت شعينا جاهدا لكي تتوسع أنشطة الأمم المتحدة بالتعاون والتنصيق مع الدولة لكي نكون رافض وداعم لأنشطة التنمية المشتدامة وتحقيق أهداف التنمية المشتدامة في دولة الكويت إن تعاوننا الوثيق مع حكومة دولة الكويت مع كافة وزرائها وبالأخص اليوم مع وزارة الصحة هو ترجمة للتعاطي والدولي لدولة الكويت مع التعددية الدولية والعلاقات متعددة الأطراف جهود دولة الكويت وشركتها المسؤولة في دعم جهود منظمة الصحة العالمية كانت محلة تثمين وتقدير وترجمت من خلال العديد من المواقف فقد أطلقت المنظمة العالمية صفحة خاصة لدولة الكويت على موقعها الإكتروني عرفانا منها بدورها في مجال الصحة العامة ومواجهة الأزمات الإنسانية حول العالم وتستعرض الصفحة ما تتمتع به منظمة الصحة العالمية ودولة الكويت من شراكة استراتيجية طويلة الأمد لتقديم الدعم والمساعدة اللازمين للمجتمعات في جميع أنحاء العالم وصفتنا الكويت بأنها وحيدة من أكبر الجهات المانحة الإنسانية في العالم وأنها من بين أكبر عشرين مانحا لمنظمة الصحة العالمية يصلنا الكثير من الدعم المالي من الشرق الأوسط من دول أعضاء في الجامعة العربية وأريد أن ننتهز هذه الفرصة لأشكرهم الدول التي قدمت تبرعات مؤخرا هي السورية التي قدمت مساهمة قبل عدة أيام والكويت التي قدمت دعما ماليا سخيا أمس سنواصل العمل مع هذه الدول عن قرب وأعلم أنهم سيواصلون حماية شعوبهم وفي الوقت عينه دعم الدول والمجتمعات المحتاجة للمساعدة وتعطي دولة الكويت صحة مواطنيها والمقيمين فيها أولوية كبرى ولم تدخر جهدا من خلال مؤسستها في تعميم التوعية والثقافة الصحية ومنع تفشي الأمراض والحد منها سعيا للارتقاء بالبلاد لأن صحة المجتمع والنموه تعززان بصحة أفراده وانسجاما مع انضمامها إلى منظمة الصحة العالمية أبدأ دولة الكويت اهتماما كبيرا لقطاع الصحة حتى أضحى من أهم المجالات التي تحنى برعاية الحكومية والإنفاق بهدف تطوير المستشفيات وتحقيق الرعاية الصحية والوقائية وتدريب الكفاءات من أطباء وممرضين لضمان جودة خدمات الرعاية الأولية في المراكز الصحية الموزعة في جميع أنحاء البلاد والبرامج التي تهدف إلى تعزيز الصحة ونشر الوعي الصحي وبرنامج التمنيع الموسع ومختلف برامج سلامة الأغذية والصحة المدرسية وصحة البيئة إلى جنب البرامج التي تهدف لمكافحة الأمراض المزمنة والمعدية وغيرها من البرامج وبالتزامن مع هذه الجهود تواصل دولة الكويت تقديم كل الدعم لبرامج الطوارئ الصحية والإغاثة الإنسانية التي تنفذها منظمة الصحة العالمية في أوقات النزاعات والطوارئ وفي ظل جائحة كورونا التي ما زالت جاثمة على صدر العالم أصبحت منظمة الصحة العالمية تحمل العبء الثقيل في مواجهة تداعيات هذه الجائحة الشريسة فقد برعت دولة الكويت منذ تفشي فيروس كورونا بستين مليون دولار لدعم جهود منظمة الصحة العالمية لتصدي لتعديد الفيروس في البلدان المعارضة لخطر وقد عززت دولة الكويت من مكانتها بصفتها واحدة من أهم الشركاء العالميين الاستراتيجيين لمنظمة الصحة العالمية بمساهمة تزيد عن 200 مليون دولار أمريكي في الفترة من عام 2015 إلى عام 2020 وهو دعم مكن المنظمة من تقديم المساعدة الصحية التي تشتد الحاجة إليها للتخفيف من معاناة ملايين الأشخاص حول العالم الدعم الكويت للجهود العالمية لمكافحة جائحة كوفيد-19 ترافق مع الجهود الوطنية لتطويق انتشار وباء كوفيد-19 والحد من تداعياته عبر حزمة من الإجراءات الفاعلة التي بدأت منذ بداية ظهور الجائحة وتتواصل مستمرة لمواكبة المستجدات وكبح جماح الأزمة الصحية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين مع مراعاة الحرص على الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية في البلاد الأمر الذي كان محل إشادة من منظمة الصحة العالمية من خلال الاجتمامة معالي الوزير والفريق المختص في وزارة الصحة حول هذا الموضوع كذلك اطلعنا على ما هي الإجراءات التي تتبع في دولة الكويت من أجل التعرف والترصد للقادمين إلى دولة الكويت والذين قد يكون يحملوا هذا المرض أو يعانون من أمراض ويتم تشخيصهم وبالتالي توجيهم إلى الأماكن المختصة لهذا الموضوع صنفنا الإجراءات هذه بعد ما تواصلنا مع دولة الكويت واستلمنا خطاب رسمي حول هذه الإجراءات تم تصنيف هذه الإجراءات من قبل زملان المختصين في المكتب الأقليمي إلى ثلاث مستويات إجراءات توصي بها منظمة الصحة العالمية والتزمت بها دولة الكويت ولله الحمد إجراءات خاصة بالدولة نفسها وكذلك منظمة الصحة العالمية تثني عليها بحكم أن النظام الصحي في الدولة هو الذي يقيم الوضع ويتعرف على المخاطر وعلى الفوائد وعلى الأضرار الناتجة عن أي إجراءات يتخب ووجدنا أنه هي إجراءات سليمة والمستوى الثالث هي الإجراءات التي قامت بها دولة الكويت وليست من ضمن قائمة الإجراءات التي تنصح بها من ضمن الصحة العالمية لكن تتوافق مع المنطق العلمي والسليم دولة الكويت ومنظمة الصحة العالمية شراكة فاعلة وتعاون وثيق مسيرة العلاقات بين الجانبين تحفل بالعديد من المبادرات الإيجابية التي تعتز بها الكويت وفي مقدمتها جائزة منظمة الصحة العالمية التي تحمل اسم الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثرى ودرب التعاون بين الكويت والمنظمة الأممية متواصل على امتداد الأهداف النبيلة فهي شراكة تتجاوز حجد الموارد لبرامج منظمة الصحة العالمية لتشمل التعاون في المشاريع العالمية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة فدولة الكويت وتحت راية سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وصمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله مستمرة في سياستها المتوازنة ومبادئها المرتكزة على صون كرامة الإنسان وتعزيز فرص توفير حياة أفضل وهو دور يظل محل تقدير دائم من المجتمع الدولي لجهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية ترجمة نانسي قنقر